نوه لحضراتكم لانه النهاردة ناس كتير جدا وانا في مسرح هذه الجريمة بيبعتولي الاعلانات يا جماعة وإلغوا وازاي انتو مش عاملين وازاي وناس وما ينفعش طبعا وعلى طول عايزة يقول لحضراتكم السيدة محمد ابن العنين اول معرفة بالحادث الاجرامي خد قرار فورا بالغاء الاعلانات فورا فورا مش عايزينه بغض النظر ايه وبتاع الموضوع مش لا يسوى فيه مصاحة بلد اهم من اعلاناته اهم من مسلسلات وممكن القناة دي تشتغل انا بقول لحضراتكم كده فترة جامعة غير اعلانات والله العظيم وغير مسلسلات وغير الحاجات اللي القناة دفع فيها منهم بس مش مهم مهم النهاردة البلد مهم مع حضراتكم والقناة عمرها ما كان بتدور على ده عمرها ما كان بتدور على ده على الاطلاق عشان تبقوا عارفين بشكل واضح عشان كده السيدة ابن العنين النهاردة خد قرار الغاء ده لانه فيه حداد واحنا يمكن اول حد عمل حداد قناة صدى البلد وموقع صدى البلد كنا سباقين من اول الناس انه ده الموقفنا مش محتاجين كمان حد يتزايد او يزايد علينا وهناستمر في هذا الامر ودي القناة اللي انتوا دايما بتكلموا عليها قالوا كل ممكن يعني معد صدى البلد احنا عندنا صدى البلد هي اللي عايزينها تشيل الحدث شغال هذا الحدث ارجوكوا وانا عشان كده بقول لحضراتكم خد القرار له السيدة ابن العنين النهاردة ما عندناش لحد ما ربنا يقدرنا بس بكرة نشوف ده يعني هنشوف كمان لانه بكرة كمان الجنازة العسكرية لاتكون لي الراحل العظيم الشهيد هشام بركات قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكرة من مسجد المشير تنطوي بكرة اجازة رسمية في البلد كلها الناس اللي هتروح طبعا لتشيع الجنازة الجنازة وهيشاركوا فيها الجنازة بكرة طبعا في المكان بعد صلاة الظهر بإذن الله يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الجنازة الرسمية العسكرية الشعبية للشهيد البطل هشام بركات بكرة صدى البلد معاكم نسا عشر صباحا هيكون كل زملائي تناوب مع بعض هكون مع حضراتكم بعد الفطار زي النهاردة ان شاء الله هنتابع ايضا بكرة اليوم كامل وهناخد كل الصلاة وهنتابع مع حضراتكم ايضا احنا مستمرين زي ما انتو تعودتوا مننا وتعودتوا من صدى البلد صدى البلد معاكم ومستمرين معاكم ومتعلقوش ابدا احنا اللي يهمنا انتو ما يهمناش اي حاجة تانية انا بقول لكم اللي يهمنا حضراتكم ربنا يحفظ بلدنا يا رب ويحفظكم يا شعبنا يا عظيم صباح وعلى الفخير